بجملة الاخبار الحلوة النهاردة شركتنا الوطنية مصر التيران شركة الاكبر في المنطقة والاعرق في المنطقة شركة دي قديمة اوة قبل دول ما تنتونش خلي بالكم واجب عليه ان احنا نساند ونشتغل ونساعد والشركة مش بحتاجها مساعدة يعني ان احنا نطبلها ونقول ان هي اعظم شركة هي بالفعل اعظم شركة شركة وطنية كل الناس بتكلم عليها كويس شركة بتحدس اسطولها بشكل دائم النهاردة كان فيه موعد مع انجاز جديد داخل الشركة هو دخول الطائرة الخامسة من تراز دريم لاينر بي 787 اللي احدث في العالم اللي هي صديقة للبيئة بيسموها كلين تو فلاي الطيران النظيف بتشتغل ب30% وقود حيوي وقود نباتي او طبيعي و70% وقود عادي لكي تساعد على انتشال العالم من كارثة بيئية دي الطائرة رقم 5 ان شاء الله لما تعقدنا على 6 طائرات وصلت الطائرة النهاردة رقم 5 من هذا اطراز دريم لاينر مبروك لمصر الطيران مبروك للمصريين دي رسالة لكل الناس اللي بره والله جوه وبريتش عرلاين والجماعة بتوع فرانس والجماعة بتوع مش عارف مين ومين ومين بقول لهم دي مصر الطيران وبقول لهم تاني انا بقول لجماعة بتوع الطيران الانجليزي بريتش ايرويس بقول لهم ربنا يأويقوا على الاضربات اللي عندكم في المطار لو انا عارف المطار متعطل عندكم وقال شوية خلينا بس نشوف ايه عايزين تشوفوا كيف تدار المطارات بجد مش ببالغ مش بقعر تعالوا شوفوا التهرام في مصر والمطارات في مصر بتدار زي دلوقتي على أسس علمية فنية أمنية بيشار إليها بالبناء لأنها مئة بالمئة من المستهدف تم تحقيقه مبروك لمصر ومبروك لمصر التهرام